حيثي أنا أقعد أنتقد من غير ما أحط حلول قدام الناس أو قدام الجماهير لا لازم يكون بانتقد بحلول طيب هنا الناس طولتا ما تقول لنا عمل حلول هقول لك أنا الحلول أول حاجة الأهلي محتاج تدعمات قوية ألف به الأهلي محتاج تدعمات قوية مش بقول لك الأهلي يغير الفرقة تماما لا طبعا ما فيش فريق كبير يعمل كده عشان ما بنتكلم صح إن فريق كبير يطلع يجيب لك 16 و 17 لعيب ويمشي 16 و 17 لعيب يبقى ده هزور دي حاجة مش هتحصل في الآي لكن لازم تبقى عارف كويس قوي النواقص اللي عندك في أنه مراكز ومش إحنا اللي حنقولها مش إحنا اللي حنقولها فيه ناس فنيين في النادي وفيه ناس شطرة جدا في النادي وفيه كابتن محمود الخطيب وفيه لجنة كورة وفيه شركة الأهلي لكورة القدم وفيه المدير الفني الموجود نفهم مننا في الكورة أكتر بكتير آه إحنا ممكن يكون نفهم في الكورة بالمناسبة بس مش حنوم لي عليهم أي حاجة هم قادرة وكل الثقة فيهم بالمناسبة خلي بقى إلك مش معنا إحنا بننتقد إن إحنا نستقش في الناس لا دي ناس ليها رصيد دي ناس عملت شغل كبير جدا السنين اللي فاتت وليقول غير كده يبقى جاحد لكن إحنا بنقول إن الأهلي محتاج تدعمات تدعمات إيه بقى؟ طراز أول كواليتي إيه؟ لعيبة من عالفة الرازة لعيبة ينفع تلعب في الأهل هل ده معنا ما بقول الموجودين دلوقتي ينفعش لعب في الأهل؟ لا ينفعه بس نحتاجين يفوقه نحتاجين يبقى كده في حالة فوقان عشان خاطر الجمهور ده وحيبقى حاجة صعبة قوي على الجمهور الأهلي إنك تخرج من الموسم من غير ولا بطولة دي حاجة بقى بص بحصلتش من زمان من زمان جدا إن ده يا راجل دي إحنا في أول الألفنات من 2001 ل2004 ما خدناش دوري بس كنا بناخد أفريقيا وكاس مصر وسوبر أفريقي وكلام من ده فإنك تخسر أفريقيا ودوري وثنين كاس مصر في موسم واحد دي حتبقى صعبة على الجمهور الأهلي بصراحة فهنا بحاول أنا بقول كده ليه أنا بحاول أخلاق دوافع عند اللاعبين اللي مفهود منهم أصلا كده كده عندهم الدوافع بس أنا لازم تفكرهم خلي بالك افتكر اسمك واسم النادي وجمهورك اللي شايلك فوق دماغه واللي شايلك فوق راسه واللي عنده ثقة لحد دلوقتي فيك ودي حقيقة وحيفضل يدعمك وحيفضل يزوءك ويدفعك للأمام ودي ثمة أساسية عند جمهور النادي الأهلي بس يعمل ايه؟ موت نفسك في الملعب اعمل كل مجهودك في الملعب نفذ خلي بقى أبن كلمة اللي بقولها دي نفذ تعليمات المدير الفني نفذ تعليمات المدير الفني المدير الفني دي احنا جايبينه ليه؟ عشان يطبق أسلوبه وفكره في الملعب دور اللعيب ايه؟ انه ينطبق وينفذ أسلوب المدرب في الملعب ومالوش دعوه بحاجة تانية نجح بقى المدرب بأفكاره وبأسلوبه كان بيها أهلا وسهلا منجحش المدرب بأفكاره وأسلوبه يبقى خلاص لكن اللعيب دوره ايه؟ في الكامل دقيقة اللي فياته دول الدور الأبرز دلوقتي على جمهور الأهل اغضف اذعى انتقد بس بتهدمش انتقد صحح ومن بكرة يا جماعة بعد إذن حضراتكم ورسالتي لسا جمهوري النادي الأهلي احنا من بكرة حنقفل صفحة بيرامدز مطش وخلص وعد بكل سلبياته وعيوبه وحنركز بقى في مطش الزمالك مطش بطولة مطش بطولة بإذن الله واحد أحد حنكسب ويا رجالة الأهلي انتوا لعيب يا رجالة وبنحبكم ومنصق فيكم وحتجبوا لنا كاس مصر مش هتكلم أكتر من كده عشان لازم ندي كل حاجة حجمها الحقيقة هروح لفاق